وفي موضوع آخر شارك نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع شيخ أحمد منصور الصباح في اجتماع دورة السابع عشر لمجلس الدفاع المشترك بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي قد ناقش الاجتماع الموضوعات المدرجة على جبل الأعمال ومن ضمنها توصية اللجنة العسكرية العليا لرؤساء الأركان بهدف دراستها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها إضافة إلى بحث آخر التطورات والمستجدات على الصحتين الإقليمية والدولية